السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الخاص بزيارة حضرة صاحب السموش اختمي بن حمد الثاني أمير البلادي المفدى إلى جمهورية النمسا الصديقة. يسعدنا عن الصديف معنا في هذا اللقاء سعادة السفير الدكتور ويلب كيمبل سفير الجمهورية النمساوية هنا في الدوحة. بداية أهلا بك سعادة السفير معنا على شاشة تلفزيون قطر ولو تحدثنا عن العلاقات القطرية النمساوية وأفاقها في ضوء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلادي المفدى إلى جمهورية النمسا الصديقة يسرني الترحيب بكم في سفرتنا العلاقات ممتازة ولهذا تم تعيني من النمسا لأكون أول سفير مقيم في قطر وبالنسبة لزيارة صاحب السمو والشيخ تميم الثاني لفيننا نتشرف بأن يتم منح جائزة الثاني لمكافحة الفساد للمرة الأولى في فيننا وهذا بالنسبة إلينا علامة على دور القانون في الدولة وعلى أن الأمم المتحدة ووحدة مكافحة الفساد ستكون باستطافة فيننا. لدينا أكاديمية لمكافحة الفساد ولهذا نحن سعداء باستقبال صاحب السمو في فيننا ونرى في ذلك إشارة على إيجابية وشمولية العلاقات بين البلدين ويشرفنا ذلك ما هي أهمية هذه الزيارة لحضرة صاحب السمو إلى جمهورية النمساوية الصديقة وما هي أبرز الملفات والقضايا التي يمكن أن تطرح خلال هذه الزيارة أولا كما أسلفت ينظر لهذه الزيارة في سياق متعدد الأطراف فسموه يزور فيننا باعتبارها موقعا لعمل منظم تقوم به الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإضافة لموضوعات أخرى لكن في الوقت ذاته أنا مسرور جدا بأن أعلمكم بأن النائب العام لدولة قطر الدكتور المري أعلن بوضوح أنه تم اختيار فيننا لأنها دولة تقدر بامتياز حكم القانون لأنها دولة توفر الأمن ولأن قطر تريد أن ترسل بإشارة وهي إشارة سيكون ممثل الحكومة النمساوية مستعدين لتلقيها للبناء على العلاقات القائمة في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد بحيث يتم توسيعها لتشمل الصحة والمستشفيات وغيرها الكثير من المسائل وعندما سلمت أوراق اعتمادي لسموه أبلغني بأن تلك المجالات هي محور الاهتمام وأكدت آنذاك أنني سأحيل ذلك لحكومة بلادي ولهذا قلت إن حكومتنا تدعم ذلك وهي لن تبدأ للتو وإنما ستبني على العلاقة القائمة لعل أبرز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات التجارة والاستثمار لو تحدثنا عن حجم هذا التعاون بين البلدين الصديقين علاقتنا الاقتصادية مزدهرة ويبلغ حجم التبادل التجاري 250 مليون يورو وقمنا في عام 2015 بمضاعفة صادراتنا إلى قطر وكمثال بسيط على ذلك قمنا بتقصدير 131 سقرا العام الماضي لدولة قطر وبعيدا عن الأرقام المجردة المستندة إلى قيمة الصادرات وهناك الكثير من البضائع التي قمنا بتقصديرها عبر دول أخرى فسيتم تدشين ترامب للنقل معداته ستكون من النمسا وبعيدا عن الصادرات هناك الاستثمارات في كل البلدين فهناك الاستثمارات القطرية ولدينا علاقة اقتصادية مزدهرة وهي في تصاعد في مجالات تملك الأراضي والفنادق وما إلى ذلك لدى النمسا خطوط انتاجية حديثة وإحدى شركاتها تحتل صدارة في اتحاد الشركات الألمانية كما أن لها وجودها في مجالات الانشاءات في قطر وفي خط المترو واستد الوقرة ومعدات الإطفاء التابعة له إضافة لمترو مطار حمد والقائمة تطهل وأنا سعيد جدا بأن أرى أوجه التعاون المتبادل أينما حللت في قطر لنأتي للملف الرياضي كيف ترى النمسا استضافة قطر لمونديال 2022؟ وهل وقفتم على حجم المشروعات الطموحة لدولة قطر في هذا المجال؟ خلال الشهرين الماضيين منذ وصولي إلى قطر التقيت خمسة فرق نمساوية تبارت في بطولات عالمية ومنافسات في قطر وأرى قطر مكانا رائعا يقدم خدمات مميزة ويشرفني أن أقول إن كل رياضي ورياضية قدموا من النمسا للتنافس في قطر أبلغوني شخصيا أن قطر أفضل مكان يستحق الاطلاع علي بالنسبة لي فإن بطولة 2022 ستضع قطر في دائرة الضوء ونحن مقتنعون بأنها ستحقق نجاحا كبيرا في استضافتها ونحن سعداء بأن نكون هناك لدعمها عبر تجهيز البنية التحتية وبأن يكون في قطر رياضيون من مختلف الألعاب في أسباير واللجنة العليا واللجان الممثلة في المركز الدولي للأمن الرياضي وهذا يعني أن النمسا موجودة جنبا إلى جنب مع قطر ولقد اطلعنا أيضا على كل التقارير حول قطر ولدينا شعور بأن تلك التقارير غير صحيحة ولا تمثل الحقيقة على الأرض ونحن نتخذ إجراءات ونقف جنبا إلى جنب مع قطر سعادة السفير الدكتور ويلب كيمبل سفير النمسا لدى الدولة شكرا جزيلا لك على حصن استضافتك لنا ونتمنى لك طيب الإقامة هنا في دولة قطر وأيضا نجاح مهامكم شكرا جزيلا لكم شكرا إذن مشاهدين الكرام كان هذا لقاء خاص مع سعادة السفير النمساوي لدى الدولة حول زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية النمسا الصديقة شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين على حصن متابعتكم لنا إلى اللقاء شكرا